طيب قوله ما لم يستحله شخص زنى وقتل وشرب الخمر يقول هي حرام لكن ماذا أعمل وآخر لم يقتل ولم يزن ولم يشرب لكن يقول القتل حلال والخمر حلال والزنى حلال أيهما أشد ذنبا وما عمل يعني ذاك الذي عمل ولم يستحل أقل جرما طيب الذي استحل مسلم أم كافر الذي استحل قال الزنى حلال مسلم أم كافر الذي زنى ويقول الزنى حرام زنى ويقول الزنى حرام كافر نعم مسلم عاصل وقع في كبيرة يجب أن يقام عليه الحد على مذهب الخوارج ما سيبقى مسلم على وجه الأرض يعني بمعنى افتكب كبيرة كفر إذن الكافر هذا يتخلص من ويقتل ولهذا التكفير له بدايات له بدايات يعني ترون الاجتماعات في أماكن البعيدة والغرفة المظلمة وبعد بعد التكفير التفجير بعد التكفير التفجير لم تأتي هذه التفجيرات هكذا وإنما جاءت بعد الحكم على المسلمين بالتكفير يعني الواحد يحكم على أبيه بأنه كافر يقول الواحد من هؤلاء يقول أبوك اتعامل بالرباب والله جل وعلا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله أبوك يعمل في الجهة الحكومية الفلانية وهذه الحكومة موالها للكفار ومن يتولهم منكم فإنه منكم فيبدأ بأبيه أفكار منحرفة هدامة ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أمان للمجتمع الله لا أنفأ وأصلح وأخير للمجتمع إلا هذه العقيدة المباركة التي هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء ومن جاء بعده وسار على سيره ونهج نهجه وإلى يوم القيامة وإلى يوم القيامة قال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نقول لا يضر لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل قال إلى آخر كلامه رد على المرجعة المرجعة تعريفات نأخذ نبذة مختصرة المرجعة من الإرجاء الإرجاء هو التأخير قال الله قالوا أرجه وأخاه ما معنى أرجه أخر أرجه أخر فسموا بالمرجعة لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان يقولون اعمل ما شئ إذا أقرت وصدقت لا يضر مع الإيمان معصية فهذه الفرقة المنحرفة فرقة خطيرة هي تسعى إلى هدم الدين ويقابلها الخوارج والمعتزلة الآن ترى أن بعض الناس لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتعلم دينه فإذا قيل له قال الإيمان هنا هذا عقيدة المرجعة هذه هي عقيدة المرجعة انظروا إلى المرجعة القدرية وهم وهم الذين اختلفوا في الإيمان فقال أبو شمر الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله تعالى إبليس على مذهب المرجعة مؤمن أو غير مؤمن على مذهب المرجعة مؤمن أو غير مؤمن مؤمن قال رب معترف على مذهب هؤلاء الضلال قال الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله تعالى وبما جاء من عنده مما اجتمعت عليه الأمة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ووطئ المحارم ونحو ذلك وما عرف بالعقل من عدل من عدل الإيمان وتوحيده ونفي التشبيه وأراد بالعقل قوله بالقدر وأراد بالتوحيد نفيه إلى أن قال وهذه الفرقة عند أهل السنة والجماعة أكثر أصناف المرجعة يعني قال كل ذلك إيمان والشاك فيه كافر والشاك في الشاك أيضا كافر يعني كلها أمور نسأل الله السلام والعافية ومن خرج عن الحق فإنه يتخبط ها هنا وها هناك قال رحمه الله رد على المرجعة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة فهؤلاء فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف فإنهم أي الخوارج يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر وهذه المنزلة بين المنزلتين وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار إذن عندك خوارج عندك مرجعة عندك معتزلة هؤلاء على طرفين الخوارج ماذا حكموا على مرتكب الكبيرة كافر المرجعة ماذا حكموا عليه مؤمن كامل الإيمان طيب المعتزلة قالوا بالنسبة للدنيا وسط لا إلى الكفر ولا إلى الإيمان لكنه في الآخرة مخلد أهل الصنة والجماعة ماذا قالوا قالوا هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يؤخذ منه الإيمان لا يعطى يقال هذا مؤمن كامل لا هذا مؤمن فاسق طيب هل يقال هذا كافر كما ذهبت الخوارج لا وأبعد الناس عن التكفير هم أهل السنة والجماعة أبعد الناس عن التكفير الخوارج نظروا إلى أدلة هي يعني في الواقع على الكفار فجعلوها في العصاة أدلة يعني نزلت هذه الأدلة في الكفار جعلوها في عصاة المؤمنين أولئك المرجئ نظروا بعين عوراء نظروا إلى أدلة الرجاء و يعني ماذا إلى أدلة الوعد ثم تركوا أدلة الوعيد لم يجمعوا بين الخوف والرجاء فضلوا وانحرفوا قال رحمه الله وطوائف من أهل الكلام والفق والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول لا يفرقون بين المجتهد والمخطئ وغيره أو يقولون بكفر كل مبتدع وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك نعم الوعد والوعيد هنا في منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الشيخ الإسلام وهذا مبني على مسألتين يعني كلم تقدم إحداؤهما أن الذنب لا يوجب كفر صاحبه كما تقوله الخوارج بل ولا تخليده في النار ومنع الشفاعة فيك كما يقوله المعتزلة الثاني أن المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة طيب المسائل العقدية إذا أخطأ فيها ذاك الرجل الذي أظلته راحلة ويئس من حياته وأتى إلى ظل شجرة ونام ثم جاءت فلما استيقظ ماذا قال قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ أو ما أخطأ أخطأ في مسائل العقيدة فهل حكم بكفره لا لأنه وجد مانع من موانع التكفير ما هو هذا المانع ما هو هذا المانع الفرح الشديد فإذا بلغ به الفرح إلى أنه يخطأ كما حدث لهذا الرجل هذا من موانع التكفير هذا من موانع التكفير ذلكم الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فحرقوني ثم هرسوني في المهراس المدق ثم انتظروا في يوم شديد الريح فذروني في البر والبح نصف البح ونصف البح هذا الفعل كفر لأنه شك في قدرة الله جل وعلا لكن قال الله جل وعلا للبح اجمع ما فيك وقال للبر اجمع ما فيك فإذا بالرجل ما حملك يقول الله لا ما حملك قال يا رب مخافتك قال قد غفرت لك ولا أغفر لأحد بعدك هذا الفعل كفر ما الذي منع التكفير الجهل هذا الرجل جاهل احيانا من شدة الفرح والطرب يتكلم الانسان ويهدي بامور ربما يعني يتعجب منها ربما يتعجب منها للكم الذي تزوج مرأة من شدة الفرح يعني اتى وبدلا من ان يدعو باسم الله قال سبحان الذي سخر لنا هذا اخطى من شدة الفرح فاحيانا ربما اخرجه الطرب والنشوة الى ان يتكلم بكلام عجيب ايضا الخوف ربما حل به الخوف فصار يتكلم بكلام عجيب وغريب فالتكفير له شروطه وله موانعه ذكرها اهل العلم رحمهم الله قال رحمه الله فلا يفرقون لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره او يقولون او يقولون بكفر كل مبتدع اهل الصنة لا يكفرون من خالفهم بسبب البدع والمعاصي الا اذا استحلت الا اذا استحلت ولهذا ترى اهل الصنة لا يكفرون الا الجهمية وايضا بعض الغلاة من بعض الفرق وإلا هم ابعد الناس وهم بريؤون من التكفير كبراءة الذئب من دم يوسف قال رحمه الله او يقولون بكفر كل مبتدع وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الاثبات العام امور عظيمة فان النصوص المتواترة قد دلت على انه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من ايمان نعم حاديث الشفاعة واحاديث الشفاعة متواترة ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ واهل الكبائر في النار واهل الكبائر في النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون واهل الكبائر في النار لا يخلدون اذا ماتوا والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا ولكن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة ولا نقول لا يكفر بل العدل هو الوسط وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نافية ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة لا يرد النصوص ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر فكره الذهبي في العلو أن هذا نعم يرد نصوص الوحيين طيب إلى هنا بارك